ممكن تعرفنا نفسك انا شامس راجع عندي تلاتة وتلاتين سنة وبشتغل في مجال الشيشة اه هي الاول بتيجي خامة مدورة بعد كده بتخش على مخرطة بتتبلس بيقف خراط بيبلوسها بعد كده بنعمل الشكل اللي احنا عايزين وبعد كده طب بنركبها على مصورة بنلحمها وبعد كده بقى بنعملها على الفرشة بتتلمع وتطلع بالشكل اللي انت شايفها ده. اه بتجيب الخامة من ايه? الخامة بتبقى من هنا من بتوع الخامة اللي موجودين حوالين من هنا. بيبقى بتبقى من السيني اعتبر. طب شاف ان الشاشة الصيني اصرت حاجة على هدف الشاشة للتصناع الجادة لك? لا هم بالنسبة للا ما نجحوش ان هم يصنعوا يادة. عشان هم طبعا شغالين كل الامكانياتهم بالاجهزة. بالشكل اللي هم يوقفوا واشتغلوا بيديهم. لا هم بيحدسوا اجهزة. وهم عملوا اشكال جميلة في السين بس كلها مش عملية زي الشيشة المصرية. وحباب تشتغل بالخام هنا? اه اللي استيلس. اللي استيلس. وتبقى مادة الخامة اللي استيلس. استيلس بس? استيلس وفي كروم. بس. والنحاس. بس طبعا النحاس دلوقتي بقى سعره عالي. فبعد الزبان بقى اللي هم عارفين امتى النحاس هم اللي بيشتغلوا فيه. وشيشة سينة مصنعنا? اه فيه ازاز عندهم وفيه بيستخدموا هم خامات تانية. اه هنا بيتطلب منك اه شاشة انك تصدرها برا في الكلاب برا? اه بيتطلب طبعا. ايه ابتع للدول اللي تاخد منك? اه والله يعني مش مش دولة محددة. يعني مثل الاردن الكويت اه امريكا. كده. ايه بقى المشاكل اللي وجهتك في صناعة الشاشة? والله هو زادة الاسعار والعمال طبعا دلوقتي مع زادة الاسعار كل واحد بيطالب ان هو بقى اجره بقى عالي. ما طبعا واقف الناس طبعا كلها سوقها واقف. فبقى فيه حرق في الاسعار. يعني المكسب قليل. بقت الحاجة مكشوفة. فطبعا ده ضرر. اه تأثر السوق مبيعات الشاش? اه كل حاجة متأسرة دلوقتي. دلوقتي. يعني داخلين كده حسين على بتاع سنتين ثلاثة ما منحسش بالموسم ان هو موسم. يعني وقت زي ده المفروض يبقى موسم عندك. شايف ايه سوق الاسعار? طبعا الاسعار. الاسعار. ما هزيادة ما هزيادة طبعا الورش اللي هي تحت برسل. طبعا بتأثر. اه هلوالف المية انه بقى لكين سنة? يعني كده مثلا حوالي ستاشر سنة. ستاشر سنة. اه ستاشر خمستاشر سنة في المية. تمام. ايه اللي بتتمنيه عشان شايف ان الشغلي سوق يشتغل اكتر? فشايف ايه اللي تقدر يتوفرنك ونساعدك في ده. والله احنا عايزين الخنات ترايح والااا وطبعا نحوار الااا يعني سهلوا الامور والاجراءات في كده. ان الواحد لما يجي يصفر شغل الضريبة عالية. ايه عقبت الضرائب? والله كلها بتبقى مسألة لما بتيجي بتبقى الضرائب على الشغل غالية. بتيبقى جامدة. يعني انت مكلف شغلي مثلا مئة الف جنيه ممكن تروح تدفع عليه برضك وانت مدخلوا جنارك برضك الجامارك ممكن تدفع عليها متين الف. لو انت مكلفها الحجمية بتتكلف متين. اه. هذه مشكلة. اه الجامارك اه.